إذا جئنا للقرآن فسنقصم آيات القرآن إلى طوائف عندنا طائفة هي آيات السلم مجموعة من الآيات مثل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها هذه آيات موجودة في القرآن يا أيها الذين آمنوا دخلوا ماذا في السلم كافة هذه طائفة الطائفة الثانية آيات المعارضة السلمية آيات المعارضة السلمية السلبية مثل سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون إذن هذه طائفة ثانية الطائفة الثالثة هي آيات الإصلاح وآيات الصفح هذه أيضا في القرآن يعني أنا أقسم الآن ليلتفت الذي يتعاطى مع القرآن أن يوجد هذه الطوائف العظيمة في كتاب الله عندنا طائفة المنع من التعدي باللسان على الآخرين والتكبر عندنا آيات تمنع الإكراه على الدخول في الدين هذه الطائفة الخامسة إذن إذا قصمنا هذه الطوائف ثم نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأحاديث التي هي تدعو إلى العفو إلى الصفح كمنهج بين المسلمين فوردت روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال والنبي صلى الله عليه وآله كان يتحمل الأذى الذي كان يمارس عليه من قبل القريش كما نعرف إذن عندما ننظر إلى كل هذه الطوائف سنفهم أن الجهاد في الإسلام ليس من أجل التعدي وعندنا نصوص منذ قليل سمعت الشيء افتتح بهذه النصوص المباركة عندنا ناهي عن التعدي يعني الجهاد لا يخرج عن مقصدين إذا صح التعبير المقصد الأول هو الحرب الدفاعية عن النفسي عن العقيدة عن العهود عن الالتزامات وعندنا الحرب الوقائية الرامية إلى إضعاف العنف ليس إلى إثارة العنف يعني الجهاد في الإسلام أرجو هذه الكلمة يلتفت إليها الجهاد في الإسلام ليس من أجل إثراء العنف الجهاد في الإسلام لإضعاف ماذا؟ لإضعاف العنف الذي كان يشكل ممكن خطر مباشر على نفس ماذا؟ على نفس الدعوة على نفس الإسلام